دكتور محمد حضرتك هنا في اكتر من مرة كنت بتشير ان ما نمر به الان هو ميلاد لنظام عالمي جديد ما يحدث الان هو مجرد عملية مخاض لنظام عالمي يجري تشكيله التطورات مازالت تمشي في هذا الطريق ولا قواعد اللابة تعود مجددا يعني للقواعد القديمة اعتقد ده سؤال هينقلنا مباشرة يعني في قلب الجولة التانية في الحوار لكن انا محتفظ لنفسي بالحق في الاجابة على السؤال ده لكن قبل كده اسمح لي يعني اشير للكلام المهم اللي قاله الزملاء يعني اضيف لي فيما يتعلق به يعني مشاركة السيد الرئيس النهاردة في الحوار بيترسبورغ في بالاضافة الى مقيل لكن اعتقد ان في بعض النقاط يجب الالتفات لها يعني في قراءة مثل مشاركة مصر في هذه الحوارات المهمة والمنتدات المهمة لها دولية بالاساس اعتقد ان في بعض الاستنتاجات لازم ننتبه اليها اول نقطة في تقديري هو ان مصر بتتحول بقوة الى انها تكون موضوع توافق ونقطة تقاطع لمصالح كل القوى الدولية الولايات المتحدة الامريكية القوى الاوروبية بكملها حوالين نقاط مهمة ان مصر اصبحت نقطة توافق وتقاطع لمصالح شديدة اهمية في النظام العالمي الطاقة تغير المناخ الاستقرار في اقليم الشرق الاوسط كتبت مقال عند الدكتور عزة من 3 سنين كان اسمه باكتو سنتر نعود للمركز برا اخرى تمام فقضايا غير تقليدية بالاضافة الى القضايا التقليدية اللي هي استقرار الشرق الاوسط قضايا تغير المناخ قضايا الطاقة مصر اصبحت موضوع او نقطة تقاطع وتوافق لمصالح كل القوى الدولية ما فيش خلاف على ان الولايات المتحدة الامريكية والقوى الاوروبية تنظر الان الى مصر لانها هي موضوع توافق القوى الدولية ده لم يأتي الا لادارة حكيمة مصرية لملفات ذات الصلة المهمة باجندة المجتمع الدولي وقراءة دقيقة ايضا للتغيرات التي تحصل في النظام العالمي يرتبط بهذا نقطة او استنتاج اخر مهم ان مصر هي جزء من حل للمشكلات الدولية وليست جزء من صناعة المشكلات للنظام العالمي وصناعة مشكلات في الاقليم لكن العكس هي مصر جزء من الحل الحل في مشكلة الطاقة حل في مشكلة تغير المناخ حل في مشكل السلم والأهم فبالتالي مصر حل في مواجهة الإرهاب لكن الاهم من ده كمان حدك شوف مش مسألة بس يعني نقدر نحصر مجموعة من الاسهامات المصرية المهمة في هذا الاطار ربط البنية التحتية في مجال الطاقة في المنطقة ومع أوروبا بناء بنية تحتية مصرية تسمح به تحويل الغاز إلى التصدير المنشآت الخاصة بالتسييل أيضا تحويل إقليم الشرق الأوسط إلى إقليم للتعاون ترجمة نانسي قنقر